أهلاً أعزائي شفاء ابنة الكنعانية لأول مرة الكتاب يتكلم أن يسوع بيترك منطقة اليهودية والجليل أيضاً وراح إلى منطقة أممية بحسب وصف البشير متى بسميها امرأة كنعانية يعني جزورها من أرض كنعان وعلى الأرجح في وقت دخول يسوع إلى أرض كنعان البعض منهم نزح إلى نواحي صور وصيداء في المنطقة الشمالية هنا البشير مرقص لأنه بيتكلم للرومان بسميها امرأة أممية جنسيتها طبعاً في نقية سورية يعني بما معنى أنه كانت في نقية من أرض لبنان تحت ولاية سوريا في تلك الأيام فهي كنعانية لأنه جزورها من أرض كنعان وهي أممية يعني مش من شعب الله وهي أيضاً في نقية جنسيتها يعني كعاشت في لبنان وسورية لأنه في ولاية سوريا في تلك الأيام يسوع المسيح استكمل العمل بين اليهود وكما علم التلميذ أنه أن يذهبوا إلى خراف إسرائيل الضالة وفي هذه المرحلة حابب يأخذ خلوة مع التلميذ في منطقة ما كانتش يمكن أو ما يكونوا يعرفوه كتير لأنه في الجليل كانت تزدحم حول الرب يسوع المسيح عشرات الآلاف من الناس فإذا حاب يروح لمنطقة لكن المسيح لم يستطع أن يختفي هناك مع أنه دخل بيت ولكن لسبب معين هذه المرأة الكنعانية علمت في مكان يسوع وجاءت بقلب مجروح تصرخ ارحمني يا ابن داود وطبعاً كان جواب المسيح صم لأنه كانت بتصرخ كتير التلميذ طبعاً قالوا ليسوع المسيح اصرفها يعني التلميذ كانوا منشغلين في أمور يمكن التقليد والفكر السائد في تلك الأيام أنه اليهود لا يعاملون الأمم والأمم يعتبر شعب نجس وزيادة على هذا أنه أرض كنعان كانت أرض ملعونة وشعب كنعان مثل ما ذكرت أنه كان بمارس كل هذه النجاسات والرجسات والعبادات الوثنية حتى وصل بهم الوضع أنه يقدموا أطفال ذبائح فغضب الله كان معلن مع أنه أعطاهم فترة زمنية أربعمائة وثلاثين سنة حتى إيتوبو موسيقى 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 موسيقى